احنا نعمل كوب كيت بالشوكولاتة و كوب كيت بالفواكه الحلوة بالفواكه الحلوة الاتنين خلطة واحدة بس بعد ما نعمل العجينة هنقسمها هنحط كباية لبن كبايت لبن كبايتين و نص دقيق كويس كده كباية لبن كبايتين و نص دقيق وكباية سكر ومعاهم واحد بيكين بودر وبتين واربع معالق زبدة وبتين واربع معالق زبدة وفانيليا بس هي الخلطة دي كلها واحدة بعد كده بعد ما نعمل الخلطة كلها ونعمل العجينة هنقسمها على اتنين هنقسمها على اتنين كتبتي عم المقادير عشان بس محدش يزع هنحط البطين وهنحط الفانيليا لو هبرضو لو هتحط فانيليا كياس حط كيس عندك فانيليا زي دي حط قطر كده مش كتير اهو وهنحط كباية لبن كباية واحدة وكباية سكر الكباية اللي هتعير بها الدقيق واللبن والسكر هي واحدة اهو كده اسم الله عليك يا ختي ده انت شطرة وانتلي معلومات حلوة اللي خليك يا ستة تغالية مش بعد بصراحة المصايح لحضرتك بتقدمها معلطول يعني يا ختي سكوتي ده انا باخد النصايح منك ناقص ازاي بقا انا بقا هنضرب البيض واللبن والسكر والزبدة والفانيليا كلهم في الخلط مع بعض كلهم في الخلط اه انت دقي وانا اضرب هنا بعد ما بندربهم كلهم في الخلط ويبقوا زي الكريمة كده هنحطهم على الدقيق والبيكين بودر كده هو اما نحط البيكين بودر نقلبه كويس بوا دقيق عشان ما يبقاش حتة وحتة وبرده ننزل كده الزبدة واللبن والبيت والفانيليا اهو العجينه بتاعت اه كوب كيك اللي بالشوكولاتة والفانيليا اللي التنين زي بعض بس هنقسمها ونحط لديها المشوكوا ونحط دي كاكاو وشوكولاتة والتانية هنعملها بالفاقف المسكرة لما تيجي تقلب في التجاه واحد هنسيب بس هنا قطر صغير عشان نحط عليه معلقة الكاكاو عشان لو حطناه على الكيكا على طول هيكالكع لازم نبقى ضربينه برضو في شوية خلطة هنا خلينا 3-4 معالق من نفس الخلطة اللي احنا ضربناه في الخلاط وحطينا عليها معلقتين كاكاو لان لو حطيتين كده على طول هيكالكع لازم يبقى مضروف في الخلاط مع شوية صغيرين كده ده الكوبايتين دي دول بيعملوا كتير قوي اهو اهو ادي اللي بالشوكولاتة اسمنا العجينة اثنين ما تعمليش عجنتين هي واحدة واحدة حطينا عليها الكاكاو حطي معلقتين كاكاو حلوين كده مع شوية من الخليط اللي ضربناه في الخلاط هيبقى معاك بالشوكولاتة وهيبقى معاك بالفانيليا اللي بالفانيليا ده بقى هنعمله بالفاكه المسكرة اي فواكه هتحطي زبي هتحطي لوز هتحطي بندق هتحطي زداني اي حاجة هتحطيها في الكاكا عشان ما تسقطش لتحت وتتحرق بضريها في شوية ديه كده بضريها في شوية ديه التبديرة دي هتنزل تقعد مترحها دي فيها على اي كيكة على اي حاجة تحبيها وهنقلب بقى هتقلب بها كده ديه الفواكه المسكرة هتبقى جوه الكاكة حلوة اوي اه ادي الكاكة اللي احنا مطلعينه في فرنه ولسه طبعا سخن شوية اهو كده ده اللي بالشوكولاتة اهو هنصب بقى اللي احنا عاملينه عاجين ده سهو طبعا لازم يبرد شوية كده هنحط بقى مكانهم دي كريمة لا دي مش كريمة ده ده القبك اللي انا عامليه اللي هو بال ده بالفاكه بالفواكه اللي هي المسكرة اهو ده اللي سهيدخل هيخش الفرن بقى افسق اه 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 انا زي كريمة وذبط انا افتكرت دي هتحط لا اما انت لازم تسيبي كمان لازم كمان ما نملاش للاخر عشان هي هتطلع هتقب تمام بتزوقي زي ما احنا زوقنا كده بشوية شوكولاتة فورماسيئة او اي حاجة بيبقى جميل وحلو اوي للاطفال ومش مكلف كوبايتين دي ممكن يعملولك اكتر من اربعة وعشرين واحدة زي دي بيبقى جميل وحلو اوي مفوش اي حاجة ايوان فرن لازم يبقى دافي ومتولع من تحت بس مفيش جناب موسيقى موسيقى